موسيقى سلام المسيح مشاهدينا بالحلقة الثانية من برنامج بين التدين والإيمان مباشرة على قناة نور الشرق مشاهدينا بالحلقة الماضية الحلقة الأولى حكينا عن أول ثلاث نقاط للتدين يلي هني نظرتنا لقلقة قادة كيف أنا بقدر أرضي الله وشو هو الجهد الزاتي هل في جهد زاتي ورجعنا شفنا الجهة الإيمانية من هول ثلاث نقاط بهذا الحلقة رح نظل متابعين الفرق بين التدين وبين الإيمان مع استاذة توفيق دياب لحتى نكفي بتلاث نقاط جهدت الجنين توفيق بدي رحب فيك مرحب فيك وبي أخوتنا المشاهدينا مشاهدينا قبل ما نبلش بحلقتنا بدي أقرأ على البيتش تبع البرنامج بين التدين والإيمان بالعربي شو كتبتو أنتو إشياء عن رأيكم بالإيمان وبالتدين لونا أبي منصور بتقول الإيمان كما ورد في الكتاب المقدس هو الثقة بما يرجى والإيقان والإيمان بأمور لا ترى عبرانيين هو أنه نوسق بشخص الرب يسوع وبكلمته رغم الظروف وبكل الأحوال هو أنه نوسق ونصدق من دون ما نشوف حتى أما التدين حسب لونا فهو أنه يكون عندنا مظاهر الإيمان وليس الإيمان الحق وهو العمل بحسب التقاليد الدينية المتوارثة دون أن يكون لنا اختبار فعلي وشركة مع الرب أما روجي زيادة فبيقول التدين الطبيعي هو الميل في الإنسان للبحث عن الله ولكنه مشوه بالخطيئة ولكن بسر التجسد الله كشف ذاته لإنسان بيسوع المسيح الله لتقى بالإنسان وبيلتقي فيه كل يوم وهيدا اللقاء هو الإيمان هو عطية مجانية من الله توفي بدأ أرجع كفة معك بالنقاط عن التدين نحن هذيك المرة كنا حكينا بالتلات نقاط هلأ قلناهم من شوي لهن الله الآضي الجهد الزيتي وكيف أنا بقدر أرضي الله هلأ إذا بدأ نكفة بالنقطة الرابعة للتدين شو فينا نسمية نقطة الرابعة فينا نسمية حسب الطرح لأنه في عدة نقاط مبدئيا بيقدر واحد يبلش وحدة ورد تانية بس ما فينا نحطهم بالتدرج فينا نقول يمكن عن التقاليد عن العادات عن الأمور معينة بنقدر هلأ طرحة شوي شوي يعني إذا مثلا بدنا نحكي اليوم عن التسعويات اللي بتصير بدنا نحكي مثلا شوي عن صلاة المسبحة الوردية إذا بدنا نحكي اليوم للوجوءنا للإديسين وللعدرة لحتى الله يقدر يرحمنا أكتر لحتى تخف ألامنا أكتر شو فينا نحكي عن هذا الموضوع هوني دائما بشدد على نقطة هي أساسية كل الشغلة فينا نقراها وفقا لقراءتين في قراءة إيمانية شوفها من زاوية الإيمان انطلاعا من الله البي واختباري لحب يسوع المسيح عبر تجسده ولقائي فيه لأننا عم نحكي عن الإيمان الإيمان كلمة واسعة فيها الثقة كما قالت دون وزال وفيها بنفس الوقت اللقاء فيه لقاء بيتم بينه وبين الرب وهاللقاء هيدا بيكون محول بحياته الثاني نقطة التدين فينا قراها من زاوية التدين من زاوية التدين بدلا ما تكون الشغلة مصوبة صوب الله القاب بتحول باتجاه تاني وهيدا الناحية اللي نشدد عليها وهيدا الشي بتم عمليا بالداخل مش بالخارج بالخارج بنمارس الإشياء واللي بيشوفنا بيعتبر انه أوكي هيدا إنسان عم بيصلي هيدا إنسان مؤمن لكن بالداخل بالعمق جوا أنا عندي طريقة أتعاطى فيها مع الله البي وعندي طريقة تانية حتى أشوفها من زاوية تدينية لألا البي فيها بيتشوى وهيدا النقطة اللي بنا نشدد يعني اليوم وقتا أنا أجي أعمل تساوية لأدي سما أو وقتا أجي أنا أكون عم بصلي الوردية وين التدين بالموضوع وين الغلط بالموضوع كل شغلة مانا غلط وفيها تصير غلط يعني فيها تصير تدينية نعم كيف بتصير المسبحة بتقربني من الله كتير حلو المسبحة بدأت تصير وسيلة حتى أنا أوقف عندها بتصير مشكلة وبنفس الوقت المسبحة بحد ذاتها إذا أنا فتت عليها من زاوية تحتى استردى الله مش أتأمل بحب الله بحياتي أو تحتى أخذ شي عجيب يقتفى بطريقة معينة ساعتها أنا بكون دخلت بين نمطين نعم كلامك واضح ولكن اليوم في أقوال تنسب للعذرة ببعض ظهوراتها بتقول كلام شوي غير اللي أنت عم بتقوله يعني أنت عم تحكي أنه أنا ما بصلي لحتى أرضي الله المسبحة لحتى أرضي الله أو ما بصليها لحتى أحصل على أعجيب أو خلاص اليوم بدي شوي هيك نسكر أنا وياك نحكي عن بعض الأقوال اللي تنسب لمريم العذراء ببعض ظهوراتها مثلا بقول ينسب إلى بتقول هذه العبادة عم نحكي عن الوردية تكون لك هذه العبادة تكون لك سلاحا تقاوم به الأعداء المنظورين وغير المنظورين وتكون عربون محبتي للمسيحيين يعني هون احنا عم نحكي أنه بالمسبحة الوردية عم نقاوم الأعداء أدي هذا الشي في تدين أدي في إيمان هون إذا بدي إرجع أفوت إذا قلت المسبحة وسيلة وقفت عندها في مشكلة أنا بدي إطلع من المسبحة كوسيلة حتى أتوجه بالدرجة الأولى مثل ما قلت الأساس الأساس شو هو ركز على الرب على بي وليسوع المسيح على يسوع المسيح بعدين برجع بشوف أنا كيف بدي صلي وفقا لهالنظرة هاي دي هلأ في بعض الأقوال بيقولوها مش كل شي ينسب للعذرة هو للعذرة والظهرات للكنيسة اعترفت فيهم هن معروفين كام ظهور يعني وأعلنتهم وبنفس الوقت الكنيسة ما بتلزمني فيهم لكن مضمون لا يتنافى مع الوحي اللي إجابي الكتاب المؤدس عبر عهدايه القديم والجديد أنا بس هيك استوقفتني كلمة إنو الكنيسة ما بتلزمني فيهم كيف يعني الكنيسة ما بتلزمني فيهم يعني اليوم مثلا ظهور لنقول فاتيمة هذا ظهور الكنيسة اعترفت فيه أنا اليوم بحق اللي إجي ما آمن بظهور الكنيسة اعترفت فيه اي لأنه عقيد الكنيسة بتعليمة بتقول الوحي وقف بالعهد الجديد عند صفر الرؤية يعني الكتاب المؤدس كلمة الله وصلت إلى القمة وبعد هالقمة ما في شي دائما بدي أرجع على الأساس اللي هو الكلمة استلهمها وارجع أقراها بالحاضر فكل شي بخدمة الكلمة بيكون بهالاتجاه للكنيسة عم بتشوفوا أنه مناسب ومؤاد للموضوع هيدا بتقول اوكي ليكن ما في مشكلة ومرات بيكون هذا الشي انحراف الكنيسة بتصوب لنظرته وبعدين حتى الظهورات قلوا طريقة بالقراءة مثل بابا بني ديكتوس عمل طريقة لقراءة فاطمة رمزية تنطلق من الواقع ومن أمور معينة كانت وقتها أنا زيك فانطلق منها وحدد كيف تنقرى هالقراءة بشكل رمزي وبشكل فيه بقلبه مضمون طيوصل لهدف مش هيك كيف ما كان يعني وبنفس الوقت متل ما قلت أنا من ملزم حتى قام بها الظهور هيدا بس مش معيتها غلط يعني فينا نحنا نشبه شوي الأقاويل اللي بتنسب العدرة بظهوراتها معينة لرؤية يوحنى سفر الرؤية أنه فيها رموز ومش متل ما نحنا منشوفها بشكل مباشر هلأ رؤية يوحنى عمليا إذا بنا نقراها بعمقة نكتشف فيها الرجا نكتشف فيها الفرح نكتشف فيها انتصار الحمل نكتشف فيها هالنواحي الأساسية فلما أنا بشوف الرؤية هدفاً عميق تشجيع المؤمن تثبيت المؤمن وبنفس الوقت تحد الصعوبات هيدا بتتحط بقلبي رجا بتحط بقلبي فرح بتحط بقلبي إقدام على الإشياء بينما بعض الكلمات اللي تنسب للعذرة بتحط بقلبي الهلع بتحط بقلبي الخوف بتحط بقلبي مش البشرة السارة وبنفس الوقت ما بتنقرأ إلا بشكل حرفي نوصل لمحال بالأخير منصطدم مع كلمة الله ومنصطدم حتى مع الإشياء اللي الكنيسة أعلنتها صح من هيك بدأ الإشياء كتير تمييز وكتير دقة نعم كمان في قول يوسب للعذرة بتقول فيه عوض الأطفال على تلاوة المسبحة وضع المسبحة تحت وسادة المريض فيتوب ويحظى بميتة صالحة هيدا القول مطلعا ما كتير يعني الدغري بدأي انطلق أنا من الشغلة تانية أول شي بدأي شدد على الله البي والأم نعم بنطلق من أبوة ومومة الله وبعدين بنزل تحتى شوف العذرة مريم كمثال كأم كمعلمة وعلم ابنة أو الطفل الصغير أو البنت الصغيرة علمهم كيف شوي شوي يقتدوا بالعذرة مريم يستلهموا حياتها وهيدا الشي بيدوع على حياتهم وبيقدر يعملوا مسيرة روحية وراء العذرة مريم لأنه صراحة اليوم المريض ياللي احنا عم نجي نقل له انت حط المسبحة تحت مخدتك بدك بتتوب بتنل خلاص او اذا هذا المريض عم يجي يحط تحت حط مخديته ما عم بيصير معه هالاشي مش بدل ما ايمانه يزيد رح ايمانه يتزعزع اذا كان هو اساسا ايمانه هاش اكيدة لأنه هيدا قضايا بتصير شعوزة بتصير سحر بتصير ما بعرف شو انه انا اجي حط شغلة معينة هلا النية يمكن طيبة اكيد انا بتفهم العالم نيتهم طيبة بحطوا شي تحت يحموا بس بخاف انا نحرف فيها للاشي هيدا ونصير نشوف بالشغلة نفسها بالوسيلة فيها قدرة معينة عجائبية وهي دي النقطة خطرة خطرة ليش لانه بتوصلنا لمحلات بعدين مش كتير تزبط يعني بتصير المسبحة هدفها العجيبة هدفها شفاء هدفها طوب مش هدفها التقى بيسوع صح لان اللقاء بيسوع مثل ما قلنا بالايمان حتى الانسان اذا كان بمرض اذا عم بعاني من مشكلة معينة بحياته صحية عميقة بيكون حقيقة عنده رجع عميق وثقة كبيرة لانه الله حاضر معه حاضر معه بقلمه بمعايناته بظروفه وبنفس الوقت هالحضور هيدا عم يعطيه بقلبه الرجع لبل البعض الآخر بيوصل لمرحلة بتشوفي فرح عم بيشع من وجهم حتى هن وعم بيثارقوا هدينه هيدا نعم تفيق في هون كمان قول كمان ينسب للعدرة بالصلاة والتكفير تنالونا كل شيء اذا كان خيرا لنفسكم انا هون سوقفتني صراحة كلمة تكفير تكفير هي كتير كلمة كبيرة شو بدك تحكي عنها تديونيا ما بعرف اذا فينا حتى كلمة تكفير نستعملها ايمانيا كلمة تكفير هيدا هيدا اكيدا منة ايمانية لان اذا بنا نروح للصليب منه تكفير بالمعنى التعويد عن اهانة قلحقت بالله مش بهالمعنى هيدا ابدا موجودة كلمة تكفير او كفارة بس مش بالمعنى مثل ما قلت انا اللي عم بحكي عنه ففكرة التكفير بدي انطلق اول شي من صليب يسوع المسيح يسوع المسيح قدم ذاته من اجل الانسان فلما بتكون النقطة من هونيكة فازن كل خلاصنا برتبط بشو بتجسد موت وقيامة يسوع المسيح هالامور التانية حتى تزيد شي بتخوف لاش لانه ممكن توصلنا للمحلات نسير نجلد ذاتنا نسير نعزب حالنا نسير نقهر ذاتنا نفوق بمنطق المزوشية او السادية نجعل الله سادة وبدو ياني اتعذب وبيتلزز انه شفنا عم بتعذب هيدا الشيء اكيد بنافي ايمانا المسيحي بنافي جوهر روحانيتنا المسيحية منهاج بقول ببساطة هيدا الشيء تديني بالعمل اذا توفيق وقتا احنا نكون عم نعزب حالنا فهيدا الشيء بنافي ايمانا المسيحي اكيد حتى لو شفنا مثلا بعض الاقوال او بعض الافلام التي تنسب لقديسين عزبوا حالهم حتى يتقدسوا يعني هيدا الشيء بدنا ننبه اكتر المشاهدين منه انه مش اي شيء بتشوفوه فيلم يعني هو هيدا الفيلم الحقيقي الفيلم المزبوط لحياة قديس هيدا الكنيسة والانجيل بيشدد على الانسان يكون منيح بصحة جيدة وبنفس الوقت اكتر من هيكة حتى الانسان اذا كان مريض بده يتعالج ولازم يتعالج هيدا نقطة كتير ضرورية ليش؟ لانه هيدا فيها فعل محبة لتخفيف الانسان مش لحتى يبلش الانسان يعزب حاله ويقهر ذاته وهيكي ففي بعض الافلام فيها البعض التدين مرات بيخلينا نحرف عن مسارنا المسيحي بيخلينا نحرف عن نظرتنا لالله ونظرتنا لإيماننا بالمعنى العميق للكلمة وهيدا الشيء بيقدم الأخير لكتير خسارة أو شيء لكتير إيمان ناس وبنفس الوقت بتخلي الناس عايشين بالخوف بالرعب وبالقلق وبالهاجس وإلى آخر هيدا الشيء ما بريح وفي بالصلاة من نال كل شيء بدنا ييه لأنه هون بالقول أنه بالصلاة بتكفره بالصلاة والتكفير بتناله كل شيء بدكن ييه هل هيدا الشيء حقيقي؟ أول شغلة بيقول الإنجيل أطلب ملكوت الله وبره والباقي يزاد لكم ثاني شيء حتى بيقول قبل أن تسألوه يسوع عم يحكي عن الآب قبل ما تسألوا بيكون السماوة بيعرف احتياجاته نعم ولكن كمان بيقول اقرأ ويفتح لكم صحيح ايه مثل ما قال بابا فرانسيس صديق بيحكي مع صديقه بيفتح قلبي للرب ويفوت معه بحوار وهالحوار هيدا مش بتم فقط من أجل نال شغلة معينة لأنه خدي قديش شربل مثلا كمثلا قديش شربل كان عم بيصلي أنا أكيد أنه قديش شربل كان كل تركيز موجه على مين؟ على البي السماوي كأنه عم بيقول أنا ما حدا بعبيني إلا حبها البي بقلبي لأنه بعبيني أنا بدي إياه هو مش بدي العطية بدي يعطيني إياها تاني ناحية الله مغرقنا بالعطاية إذا نحنا بتم فتح عيوننا بالعمق بنتكتشف بحياتنا أنه كل شي عم ناخده وكل شي أخدناه عطية وقالله ولا مرة بقدر أسر عليه تحطي يعطيني بصلاتي بصلاتي بتوجه لأله ابن لبي وأنا عم بتوجه منه ابن لبي أكيد بدي أنتظر شوي إذا شي مناسب إلي أنا رح يعطيني إياه شي غير مناسب ما رح يعطيني إياه أكيد نعم يعني لك أنا اللي بيفهموا منك أنه الصلاة هي بتعطيني العاطي بتخليني فوت بعلاقة مع العاطي وليست بتحقق لرغبتي أو بتعطيني عطية معينة لأنه حتى إذا بدنا نكف بالإنجيل وطيقول إقرأ ويفتح لكم إلى آخره في مطرح برجاء بيفسرنا أنه عم يحكي عن الروح الأدسي ممكن إذا ما أنا غلطاني بيقلنا أنه بيلوقة بيقلنا أنه أنتو عم تسألوا أمور معينة نعم فكيف بيكن السماوة وما بيعطيكن الروح القدس نعم بيعطيكن أهم عطية يعني الصلاة مش لتحقيق رغبة معينة أبدا الصلاة هي لحتى أنا أقدر فوت بها العلاقة مع بي السماوة من خلال الروح القدس صح اللي بتعبيني بالروح القدس ونفس الوقت بتعطيني الفرح لأن الروح القدس بولها الفرح بقلبي من هيك هل علاقة هيدة بحد ذاتها هي بتبتغي اللقاء مع البي وبنفس الوقت هاللقاء هيدة مش مطلوب منه شي إلا حب هلأ بس مش معناتها أنا بحياتي ما أطلب من الله مش غلط الطلب ومش غلط الشكر نيناتهم حلوين بس بيجوا بمحلهم بس بينخاف مرات ينفهم الطلب بطريقة اللجاجة أنه بدي غير رأي الله لأنه الله إذا بدي يعطيني العطية لو ما طلبت شي رأي يعطيني إياها عم تحكي عن تغيير رأي الله ومشيئة الله طب إذا الله ما في شي بغير له رأيه يعني نحنا صرنا مسيرين بالحياة ولسنا مخيرين بالعكس الله لأنه بيعرف بالعمق الشي الخير لأننا نحنا أنا علي فقط بصلاة افتح قلبي تأنا أتغير مش تأ الله يتغير وبلش شوف الإشياء من منظار تاني بلش شوف الأمور من منظار الله كي بيشوف الإشياء مش من منظار أنا كي بيشوف الإشياء وهي دي بدي خبرة يعني كتير مهم أنه نشدد على الاختبار الاختبار الروحي بيخليني شوف بأله عن جد كبي بيحبني بيهتم فيي بيرعاني بحياتي والأهم من هيك بيخليني شوف العطاية بحياة العطانيها والأكتر أهمية أنه أنا أتغير تبلش شوف الإشياء من منظار ما الله بيشوفها نعم يعني بيعني أنه مشيئة الله ما بتتغير بس أنا بمخير لأنه أنا فيي أرفض مشيئة الله بلا يعني أنا أكيد عندي الحرية بس أنا لا مخير ولا مصير أنا مرافق مرافق الله بيرفقني بحياتي بطلعاتي وبنزلاتي بيرفقني متى انخدت الميزة عن ماوس نعم كانوا فلين بعده تركوا رشالين مدينة النور مدينة الله تركوا الرب داروله دهرون بقى مرافقهم يسوع كل الطريق تحتى بالأخير وصل لمحل طلبوا منه أنه يبقى ساعة يسوع فات لعندن وبقى نعم معناته أنه بس هنه اختاروا هنه طلبوا منه أنه يبقى يعني نحن مخيرين ولكن الله بكل خياراتنا حتى السيئة مننا بيكون مرافقنا الله نحن بالنهاية الله ببيلزمنا بشي غصبا عندنا لأنه قدام حرية الإنسان الله عاجز عن فعل أي شيء من هيك بيمشي مع الإنسان بيخاطبه بيحاوره عبر الحب وشوية شوية بيجتزب قلبه حتى بمحل من المحلات الإنسان انطلاقا من الحب لأن الحب بيحرك قلب الإنسان من جوا بس يتحرك قلب الإنسان بيصير يطلب الرب ليش؟ لأنه اكتشف بالرب هو العطية الكبيرة لأن أنا مين بيمليني؟ اللي بيمليني هو الرب هو نفسه بيمليني مش العطية اللي بيعطيني إياها العطية اللي بيعطيني إياها بتكون مثل كادويات عم بيقدم لهني وحدة وحدة تانية بشوفهم أنا بنتبهنهم نعم ببلاش بيجو كل العطية الله ببلاش ما فيه ولا عطية إلا ما هي مجانية من الله للإنسان بيبقى على الإنسان أو يقبلها أو يرفضها أو يتزمر عليها إلى آخره فإذن كل العطية الله مجانية تفيق كمانا تنكثب الأقوال بقول أنا عم شدد كثير على ينسب قول ينسب للعدرة أيها الأباء والأمهات كرسوا لي جميع أولادكم حتى يعود إليهم الإيمان والمحبة والعذوبة والصفاء والثبات حتى الموت بتواضع كبير صلوا من أجل أولادكم ضعوهم تحت حماية لأني سأضعهم حولي بشدة كأكليل الوردية أول شيء أضعهم حولي العذرة مريم إذا بدأي أخذ دورة بدخلصني تخذني لعند ابنة بكل بساطة الحماية بيستمد من بي العذرة مريم حاضرة أكيد بحياتي وبيقولها الإنجيل الإنجيل الرابع يوحنى بيقول أخذت تلميذ إلى بيته إلى حياته الشخصية تحتى يقتدي فيها تحتى يتمثل فيها بس ناخد الصورة بمعنى أنه العذرة بدأت تاخد الإشياء صوبة هي بيصير في خطورة لأن كل ينبوع محبة كل ينبوع رحمة كل ينبوع حنان مصدره الله والعذرة مريم هي أخذة من هاليونبوع وشربانة منه ومليانة منه لهاليونبوع أيضا يعني هون صار في خطورة أنه نكرس حالنا صارنا للعذرة لحتنا الإشياء معينة الحماية العذرة عم تعطيها إذا كل شيء العذرة يسوع شو عم يعمل بين السماوي شو عم يعمل معقول العذرة تكون طال بهذا الشيء يعني يوم توفي إذا منشوف الأيقونات حتى كل الأيقونات العذرة دالة عم بتشير بأصابيعها على يسوع ولا مرة كانت عم بتشير على حالة معقول بأقوالة تكون هالقدة عم بتشير على حالة صح من هيك بيقانة الجليل نعم بتقلوا كلمة وحدة ليس عندهم خمر وبتقلهم افعلوا ما يأمركم به وين وجهت الإشياء كلها يسوع على يسوع التركيز على يسوع العذرة جمالة ولكن هو كم أنا سمع كلمته وعمل اللي بديه العذرة مريم الإديس يوسف كل الإديسين بيسمعوا كلمة الله نعم مش العكس بس هي وقت قلت له في عنا هاي المشكلة قال لا لم تأتي ساعتي بعد بس رجي عمل الأعجوبة شو يعني هون إذا بدي فوق بتفسير القراءة طبعا نجيل يوحنى الهدف الأساسي ما رح فوق بالتفسير نعم لانا حناخدها أساسا بعدنا مية بالمية عم بتدلن على مين على يسوع وعم بتدلن افعلوا ما يأمروكم به لكن بدنا نحرقس المشاهدين شباي على هاي الآية لحتى نتركها لحلقة كاملة مية بالمية طيب قاو الآخر هذا هو إكليل الوردية الذي أعلنه لجميع أولادي فليتلوها فليتلونها مرارا أثناء النهار إنها أمضى السلاح للحصول على النعم الموافقة لخلاصهم يعني الوردية هي اللي بتعطيني النعم لحتى أخلص برد رح بقول كلمة الله هي الأساس دائما بد أنطلق من كلمة الله كلمة الله هي اللي بتعطيني النعم المعنى وأنا قلت ببساطة نحنا كل النعم نخدون من الرب مجانيه وبلاش نعم أوكي؟ لما أنا بدي سير أربط الأشياء كأنه عم حورة صوب العدرة بطريقة خطأ بتشوه حتى صورة مريم وحتى العدرة مريم ما بتقبل بهالشي نعم يعني هؤذي الأقوال المنسوبين للعدرة ما بعرف يعني إذا الكنيسة يعني تطلع عليهم بتشوفهم يمكن مش لازم ينعمل شيء يعني عم بيشتتوا شوي يمكن الأشخاص اللي إيمانون شوي مهتاز أو يلي ما بيقدروا يفوتوا شوي للعمق أكتر إيدي في كتير كتيبات صغيرة في كتير إشياء وهلأ المشكلات وفيه أكتر بالكتيبات يعني اليوم الكتيب شخص بيكون رايح يجوه بكامل إرادته بس اليوم مثل جوجل والواب سايتات اللي عم تنشر على الإنترنت مين مكان اليوم في يفوت على أي واب سايت يحط كلمة يطلع له بجوجل سبع تلاف خبرية وين الصح وين الغلط يعني مش بيقولة وقت بالأفلام اللي تنزل على السينما وبيكون فيه إلا رقابة بعتقد نازم يكون فيه رقابة إيمانية يمكن من الكنيسة على الأشياء اللي هم تنزل وبعرف قده بتوزبط هايشة يعني هوني أنا بقول ببساطة في ناس وصلوا بإيمانهم لمحل معين وفي ناس تجاوزوا هالمحل تقدموا كتير بالإيمان اللي قدام وبنظرتهم للأمور من هيك بيبقى على الكنيسة أنه توجه أنه تعلم وهيدول النقاط كتير مهمين إذا علمت ووجهت بتقدر تسوي بمسار المؤمن بحتى شوية شوية مثل ما قلنا يبلش يطلع من التدين ويبلش يفوت بالإيمان بنظرة جديدة لأله وساعتها بس تكون النظرة للبي الله البي محلة كل الأشياء اللي حالة بتضوي الأشياء الثانية بتاخد محلة طبيعية بس طالما الأشياء ما فيها تنشئة وما في وعي بالعمق للأمور هاي ده ممكن أي رياح تجي تاخدنا شمال وتاخدنا يمين وهيدا الشي خطر خطر ليش لأن فيه أقوال تنسب وبعدين بلاحظ أنا تصير تنعمل بشكل تجاري أنه أنت بتاخد هالقول هيدا وبتبعته لفلان إذا فلان نفذ هالقول هيدا بيطلع له ثلاثين ما بعرف شو إذا ما نفذوا بيفوت الهم والحزن عائسة هنا حياتنا كتير صح فهون فتنا بمنطق تجاري بمنطق أنه تخويف كمان للناس كأنه الله هيك نعم طيب في بعض نقطة أخيرة بدي أحكي فيها بهيدا الموضوع من الأقوال اللي بتنسب للعذرة بس قبل بدي أخد فاصل مشاهدينا لحتى نرجع ونتابع حلقتنا نترونا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بدينا بنرجع معكم للحلقة الثانية من برنامج بين التدين والإيمان لحتى نتابع فقرتنا كنا عم نحكي عن أقوال تنسب للعذرة وفيه في بعد عنا هيك قول هيك هو طويل الشوي إذا كان الناس لا يتبون فالآب السماوي سينزل بالبشرية عقابا شديدا وعند إذن سيكون بدون أدنى شك عقاب أكثر هولا من الطوفان كما لم يرى مثله أبدا ستتساقط نار من السماء وبهذا العقاب سيهلق قسم كبير من البشرية وسيموت الكهنة والمؤمنون والناس الذين سيبقون سيقاسون حزنا شديدا حتى إنهم يحسدون الذين ماتوا وعند إذن فالسلاح الوحيد الباقي سيكون الوردية والعلامة التي تركها الأبن إذا بدنا نمشي لأنه قول طويل إذا بدنا نمشي شوي هيك نجزئ فيه أول شي كيف يعني اللي ما بيتوبوا القاهب السماء وبدو ينزل فيهم عقاب شديد هذيك الحلقة كنا عم نحكي عن رحمة الله واليوم عم نحكي نوني ما بيتوب يعني إن يوم أنا خطيت أنا ورايح هلق على البيت هملت حادث أكسيدانسيارة متت شو بعمرنا مش بيصير فيه هون كل مرة بروح لتخويف الناس أنا دخلت بمنطق التديون لأنه إذا بدنا نحكي عن التجربة تجيني عبر التخويف التخويف شو بيعمل بيخليني التجي لوسائل هالوسائل تديونية بحتى تهدق غضب الله وبنفس الوقت بيجعل من العدرة مثل ما نبين هون بالشي بيجعل من العدرة عم تحكي شي عم تضرب فيه صورة الله الكشفة بالعهد الجديد لما أنا بدرب صورة الله البي عم بتشوه كل شي حتى العدرة مريم عم بتشوه دورة لأنه الله هو الأبوة والأمومة هو الرحمة هو الحنان هو الرأفة هو كل هالتفاصيل هيدولة فلما الله يكون هيك كل شغلة تنسب إله بالتهديد بالعقاب بهالأمور هيدا بيكون في خطأ بمحل معين وأكيد هيدا القول مش للعدرة مريم ما في الشرق يعني ما بعرف مين أيرو بس مش للعدرة مريم ولا مرة العدرة مريم بتهدد والرب إذا بيغضب حتى بالعهد الجديد بيغضب على الإنسان مش من الإنسان نعم لأنه هون محطوط بالقول ستتساقط نار من السماء يعني شو هي هيدا النار إذا نار المحبة بقدر أفهم هيدا الشيء أكيد ولكن حسب بالقول إذا ما نمشينا بالقول مش الظاهر منه المقصود فيها نار المحبة وبعدين علاقة الله مع الإنسان منا ببنية على المظاهر الخارجية مثل واحد عم يترقب علامات الأزمنة بأمور خارجية الإشياء بتتم جوا على مستوى الإيمان اللقاء بتتم جوا على مستوى الإيمان أنا كمؤمن لما الله يصير حاضر بقلبي وبحياتي بصير شوف الأمور من منظهر الله أو إذا أنا بدي كون بالتديون بصير شوفهم من منظري أنا وهيدا الشيء بيقدي فيه بالأخير لضل وشوه صورة الله وإمشي بالخوف وبعدين رح نحكي شوية ممكن أكتر إذا ما بعر إذا بيتسنان لشيء وقت نحكي عن الشيطان كمان ودوروا به المقاطي دولي نعم توفي كمان بالقول بينحكى أنه بدون يموتوا ويهلكوا مش بس يموتوا الكلمة هلاك الكهنة والمؤمنون طب إذا اليوم المؤمن بدوا يهلك يعني ما بعرف حتى بعدين بيقول بالقول اللي يقال أنه يلي أشخاص اللي بتبقى عايشة بدى تحسد الأشخاص الماتت إذا بدى تتعاني وتحزن والسلاح الوحيد لحتى هالنار النازل من السماء هالغضب النازل يوقف هالأشخاص تهلك هو الوردية هون يا عم برجا قلّك حولنا الوسيلة مثل ما نبينين نعم لغاية الوردية هدفها تعمقلي علاقتي مع يسوع تخليني أقرأ مع العدرة نعم واتأمل بحنان الرب بحب الله اتأمل برقفة الله اللي تجلل بتجسد ابنه وبموته وقيامته على الصليب نعم بس أنا فوت بهالنمط هيدا الوردية بتاخد محلة طبيعية بينما الخط التاني بيخدني على محل مثل ما قلنا بيشوه صورة الله بيشوه صورة العدرة وبيشوه الوسيلة لكتير ناس اليوم بيتبعوها وأنا بصليها للوردية وقت لوقت فالوردية أصلا أنا لما رجعت للإيمان بلشت بالوردية نعم بلشت صليها وعيشت خبرة كتير حلوة ولكن أخدتها بشكل تأملي بحياة يسوع المسيح حتما نعم هي العدرة مثل ما قلنا مثالي كتير مهم انطلاءا منها بتأمل بحياة يسوع وكل مقرأ حياة يسوع وحياة تجسده قربوا مني بمروا باختبارات معينة إلى آخرين بصير تشوف الإشي أكتر من هيك العدرة مريم قالت بمحل أو هيئلة الإنجيلة لوقا كانت تسمع تحفظ وتتأمل شو عم تتأمل عم تتأمل علامات الحب عم تتأمل حضور الله شوي شوي عم بتحاول تفهم عم بتحاول تشوف الإشي بنظرة بنظرة عميئة نعم وأنا كمان بدي اقتدفها ببساطة تأمل بحب الله وأنا وعم بتأمل بحب الله مع العدرة شي رائع لأن رح يقودني لمحل ويرفعني لمحل أنا ما كنت بحلم أنه أصله بحياتي يعني العدرة عن جد دورة رائع وكتير مهم نحن وقتا عم نجرب نكبر دورة بنظرنا أكيد نحن بنظرنا البشرة عم نكون مش عم نكبره عم نظهره يعني اليوم العدرة هي المثل هي المثال للإيمان هي التلميذة الأولى هي هي الخادمة الأولى للمشروع الخلاص هي كل هول وقتا نحن نجي نسخفها بس للأعجيب وللشفاعة ونكون عم نقزي دورة عم نشوبه دورة ما نكون عم نكبره ونعزم بما نحن منفكر أكيد نحن مرة بنحاول نزيد عليها نعم ونزيد على البعض نعم بينما العدرة مريم هي ما بترضى نعم ما سر العدرة مريم وجمالة لما بيقول بالإنجيل الرب نظر إلى طواضع عقامتها فهو منذ الآن قدرة العلي هي تظللني قوت الله هي اللي بتظللني هي اللي بتحميني هي هي اختبرت حب الله بشكل فريد اختبرت حنان الله بشكل فريد وبتقل لي نعم كل شي بيقلك عنه يسوع عمله لا يعمله لأنه هي اختبرته عشته تو في أنا اليوم فيي يقول قدرة العلي تظللني كل إنسان فيه كل إنسان فيه قدرة العالية تظللوني أنا الحماية ما بيخدع من الله بس الحماية مش بمفهومة أنا للحماية لأن كمان فينا نزل للتدين أنه بصليه صلاة حتى يعطيني الحماية ما هو باية من الأول للأخير دائما بيحميني ما بيطلب من أولاده مقابل لحماية مية عمية عم نحكي شوي عن الحماية طب فيه أشخاص عم بيعانوا ألم عم بيعانوا أمراض عم بيعانوا اختصاب أطفال صغير عم بيتعرضوا لتشارد ما بيعرف وين الحماية هون إذا بدي أنظر للإنسان فيه شقين بالسؤال بيخد أول شيء الإنسان بالعمق من وقت ما تكون تكون تشوي شوي ييجي وقت يبلش يتحضر حتى يجي يوم دي الأيام ويموت يعني معرض للمرض معرض للأوبئة معرض لكتير إشياء الإنسان نعم ولكن وقتنا نحكي نحنا عن طفل صغير تم اختصابه وقتنا نحكي نحنا عن ختيار مشرد على الطرقات هيدا ما عم نحكي عن مرض بده يقدى للموت والطبيعة الحال كلنا بدنا نموت جسدنا ضعيف عم نحكي عن عدم حماية هيدا الشقة الثانية اللي عم بحكي عن مرض الشقة الثانية بهالنقطة هيدا بالذات الله ما بيلغي حرية الإنسان اللي عم يغتصب وإذا الله قادر يعمل شيء كان عمل شيء بس الله مش قادر يعمل شيء بيتألم مع الطفل بيتألم مع نعم الحماية نعم الحماية مش بالطريقة التدينية ما نحنا مرة بنفكر أنه الحماية أنه الله يكسر حرية الإنسان يكسر الأوانين الوضعه وينزل يبلش يحمل الإنسان مش بهالطريقة الله بيحمل الإنسان حمايته للإنسان هي أبعد هي مشروع كبير بيكتمل بعدين بس حمايته من خلال عناية من خلال أمور معينة بنخاف هون إذا شوائن زلقنا نوصل لمحل نصير الله شغلته بس يهتم بكل واحد بطريقة مثل ما هو بده يعني بدل ما أنا أكون بخدمة مشروع الله بيتحول الله لخدمة مشروعي أنا لخدمة طب الله مش هيك مش بهالطريقة هاي يعني بفهم منك توفي أنه أنا كأمرأة مشردة أو أمرأة مختصبة أو أمرأة عم بيصير مع عنف أو مرض أو أي شيء حماية الله لإلي هي أنه بيصل بالإشياء والمصائب اللي عم بتصر لي ضال شوف الله بيه و الله مرفق لي ومن هيك فيه أشخاص تصبوا نعم فتاة اغتصبت طلعت قالت أنا اللي خلاني أطلع من الحزن اللي أنا فيه هو نظرة أبوة نظرة أبوة الله اللي أنا بهالمحل شائع ما فيه احتقار اللي أنا نظرة محبة نظرة تضامن مع الجرح اللي عم عيشه بحياتي وقدرت تجاوزت فيه كتير مسائل بالحياة إذا الإنسان شافها من منزار تاني منزار الإمام من منزار أبوة الله بيكتشف أنه هالأمور هايدي بيقدر الإنسان شوي شوي يطلع منا على شرط أنه يكون حقيقة عنده ثقة وعلاقة بنية حقيقية بينه وبين بيه و السماوية دو فيه إذا بدنا هيدا النقطة التدينية اللي حكينا عنا عن التساويات والمسبحة والإديسين والعذري اللي بيحننوا قلب الله أكيد يعني بين هلالين بين مزدوجين إذا بها نحكي بشق الإيماني مننا لهيدا النقطة شو فينا نحكي هيك بنقاط صغيرة مثلا عن تحنين قلب الله شو فينا أول شيء الله هو الحنان نعم الله هو المحبة الله هو فايد المحبة يعني قد ما أحكي أنا بهالموضوع هيدا من الكتاب مواضح رسالة يحنن بيقول الله محبة ونقطع السطر إذا الله محبة ما في شيء بيقدر يكون بهالكون مليان حب إلا منه هو بلش من العذرة نزونا لآخر إنسان على الأرض كل الحب بينعاش في وراء الله فإذا إذا الله الينبوع أنا كي بدي حنن هالينبوع تحت يعطيني يعني صرت أنا أحن من الينبوع فأنا ما بقدر كون أحن من الينبوع ما بقدر كون أحن من الله وما في وسيلة بتقدر تسيطر وتأسرع الله وإلا من كون دخلنا بالتدين وفتنا بالوسانية نعم وخطورة هون خطورة خطورة أنه أنا أنزل إلى الوسانية بينما القصة مش هيك القصة أنه أنا كل ما أختبر هالينبوع هيدا كل ما أختبر هالبي هيدا رح يوم بعد يوم عن جد وصل لمرحلة وحط الإشياء بمحلاتها برجع بقول لما أنا بحط الأساس وبنزل انطلاعا منه الإشياء كلها بتاخد مطرحة نعم ما بقدر أسرع الله طب لكن توفي شو هي الشفاعة اليوم إذا كل هول الله بيعملونه منه بحاجة لأي حدا يحنن له قلبه إذن ما هي شفاعة الأديسين وشفاعة أمنا العدرة هو الشيء الوسيط الوحيد بين الله والإنسان يسوع المسيح وقال بأعمال الرسل ما في اسم آخر أعطي به ندرك الخلاص إلا اسم يسوع المسيح هذه النقطة الأولى تاني ناحية نحن ككنيسة شركة كلنا منتأثر ونأثر ببعضنا يعني كل إنسان بقدر ما بيقرب من الله بيأثر بالتاني تقرب من الله نعم فنحن مع بعضنا فينا حقيقة نأثر على بعضنا هذا هو مفهوم الشفاعة نأثر على بعضنا كيف حتى نفتح قلبنا ونفتح حياتنا ونحطها بين إيدان الله لكن الشفاعة هي نأثر على بعضنا مش نأثر على الرغم هاتمن أكيدة أنا قلت قبل شوي قلت أنا بيه صلاتي بس إنفتح على الله أنا اللي بتغير وبيقدر ما أنا بتغير بقدر أثر بالله حدي فنحن منصير بهالمعنى هيدا يعني أنا وقت أقول اليوم يا مارشربل أتشفع لي يعني يا مارشربل علمني كيف يكون مثلك علمني كيف يكون مثلك مثلا بالصلاة علمني كيف يكون مثلك يا مارشربل بأمور معين أنت مرقت فيها بحياتك كيف قدر نقطع عن أمه مثلا أو حتى قول للعذرة يا عذرة علمين اتشفاعيلي يعني علمينك يفكون مثلك أعرف قول نعم هنا يوم وقت إجا الملاك وبشره خربط لك كلم شريعة ومع كلها شي قالت نعم من هيك أنا بس فوت بمشروع الله بس فوت بهالاتجاه هذا بيكون حقيقة نتحقق في موضوع الشفاعة بالعمل لأن بس قول نعم مثل العذرة مريم بس اتأمل بالسلامة الإدي الشرول بس اتأمل بحياة بعض الإديسين من نواحي معينة بكون حقيقة أنا عم بقتدي فيهم وحياتهم اللي هي نابعة من الله بتدوّع على حياتي وفيدني بكتير إشياء طب بركي هن فيهم يتشفعون لأنه هيك الله بحبهم أكتر منه الله بحب كل الناس مثل بعضهم حتى الإديسين وإذا بدك بروح أبعد من هيك الله بحط رحمة وبسكبة أكتر على الإنسان الخاطئ من الإنسان الإديس إيه؟ لأنه الإديس ممتلئ من محبة الله بينما أنا الإنسان الخاطئ طب لحتى الإديس سوري قطعتك بس حتى الإديس يمتلئ من رحمة الله ومن الله يعني الله ميزه عن الخاطئ أم لا من رحمة بحكس فتح قلبه لأ الله قام الله عبّه ببساطة وكمان الإنسان العادي بيقدر يفتح قلبه لأ الله و الله يعبّه يمليه كل إنسان بحسب حجمه و الله بيحب الكل مثل بعضهم ما في حدا بيحبه أكتر من حدا و الله بيكون الله بيميز الله ما بيبيز الناس عن بعضهم الكل بيحبه مثل بعضهم ولكن كل واحد دوره مختلف عن التاني هون إذا ما نفوق بالأدوار دور مار شربل شي دور العدرة شي دور دون بوسكو شي كل إديس إليه دور أوكي يعني اليوم الله الله بينا بيحب الشحّاد القاعد عطرف الطريق طريع التعبير تيوم خزائين ريحته طالعة قد ما بيحب العدرة و مار شربل أكيدة أكيد ما بده سؤال أكيدة ومش بس الشحّاد الإنسان المجرم الأزعر اللي بنعتبره سيء جدا داعش الله داعش الله الله شال كل الحواجز حتى يوصل لعنده يعني الله بيحب داعش قد ما بيحب مار شربل والعدرة بيحب الكل أكيدة 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 بيحبه وبده خلاصه والأدسين لأنه ماهوا بمحبة الله فاتوا فيها بالعماء صاروا بيتمنوا أنه داعش يوم من الأيام يكون عند ربنا صاروا بيتمنوا كل إنسان يعين عن الله يكون قريب من الله لا لأنه فاتوا بتيار الحب صاروا يشوفوا الإشي من منظار الله ما بيشوف ساعاتها بيبطل في عندي عدو في عندي خي بعد هالخي البعض كيف فيني أنا عامل طريقة حتى رجع للرب بطريقة من الطرق فأكيدة عمل الشرير نحنا مش معه أزيده لغيره مش معه الخطيئة نحنا مش معه بس حتى بقلب الخطيئة إذا الإنسان من قطع عن الله الله بيقدر شوية شوية طلعه من خطيئته ويخلي يعبر إلى 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 الأفضل نقطة الخامسة شو معقول هيك نحكي عنك تدين شو بتشوفي أنت أنا بجاول أنا صراحة إذا بدي أخذها على حالي أنا أكتر شي بهك عندي رهبة منه هو الخوف أطول أنه بخاف من الله بخاف من العقاب بخاف من جهنم بالنتيجة إي بس وفي اليوم ما فينا كمان نحط الخوف جانبا ما كمان بالعهد القديم رأس الحكمة هي مخافة الله يعني كيف بدك تنفي الخوف هو شي هون مخافة الله مش الخوف من الله في فرق بين المخافة والخوف المخافة هي الحب والاحترام العميق للرب بينما الخوف شي تاني الخوف يحب الإنسان الهلع الرعب والمجرب بيلعب عن النقطة هاي دي لأن الإنسان بالعمق خوفه من الموت اللي إجا يسوع غلب هالخوف خوفه من الموت بيخليه يتصرف بطرق معينة من هيك لما بيصير في تجربة بتلعب على الخوف عند الإنسان وبس الإنسان يخاف بيصير بده يستند على أي شي من هيك يسوع بالإنجيل واضح كان داما بكل محل يدرب الخوف وداما كان يقول لا تخافوا أنا معكم لا تخافي لا تخاف يا زكريا لا تخافي يا مريم الله عن جد بده الإنسان يكون بإطمئنان بس هاي دي مسيرة ما في إنسان يوم يومان يقولك أنا صرت بإطمئن كليا بده يجي وقت حتى يوصل لزروة معينة يكون فيها عم بيقول حقيقة يا بي أنا بين إيديك بيستودع روحي أنا واسق إنك بي تليسوع الصلي مية عمية أنا واسق إنك بي حتى بقلب معاناتي حتى بقلب ألمي حتى بقلب واجعي حتى بقلب ظروفي شو مكانت ظروفي وهي دي مسيرة مثل ما قلت أنا والسقة بتجي تدريجيا مش دربة وحدة توفيق هيك حب بين أهللين أنت حكيت شوية عن احترام الله شو هو احترام الله يعني اليوم مثلا بدنا نفوت على بعض الكنائس منشوف في ورقة حتى الشروط لحتى الإنسان يفوت على الكنيسة مثلا بعطي إجزامبل اللبس إنه لازم يكون اللباس محتشم اليوم هل هيدا الشيء هو اللي عم تقصته أنت باحترام الله هون إذا بدي فوت بموضوع الاحتشام ونظرتنا لأله واحترامه أول شغلة الله لما خلق الإنسان خلقه عريان نعم يعني ما الله ما عنده مشكلة تجاه الإنسان إذا كان عريان أو مش عريان تاني ناحية الأهم من هيك المجتمعات بتختلف مثلا بإفريقيا يمكن بيكونوا اللبسين قصير نعم وعم بيصلوا هون بيلبسوا بشكل معتدل أوكي قصة اللبس وغير اللبس هي شغلة اجتماعية ما قال علاقة بالله هلأ اللي بيحطوا على الكنايس ورقة إذا كنت غير محتشم ما تفوت على الكنيسة أنا بالنسبة لقالي هيدا شي بيزعجنا لأنه الكنيسة قال لبابا فرانسيس قال الكنيسة هي مستشفى للخطأ هي مستشفى ميدانة فإذا أنا بتروح الكنيسة حتى أتعالج وإذا إنسان عم بيفتش بالحياة وفيت على الكنيسة وحتى كان فيت مش كتير زابطة معه باللبس أوكي الهدف العميق شو هو أنه يلتقي بحب الله يلتقي برحمة الله لما بيلتقي بأله في أمور معينة بيصير انتبه لأكتر احتراما لغيره من هيك قال مربولوس إذا الأكل اللحم بده يشكك خيه فضل ما ما آكله نعم بس حتى في نقطة هيك شوية خطرة يعني اليوم نحنا بالكنيسة نضعي للباس المحتشم هل الله موجود بس بالكنيسة بس بالقربان بالكنيسة يعني أنا برا مسموح قلبوس شو ما بدي بس وقت عب بالكنيسة أو قت منشوف مثلا ببعض الكنايس أو المزارات فلارات يعني برا روح البوس يلي بدك ياه الله منه موجود برا منه شايفك برا وقت بدك تفوت على الكنيسة تقعد قدام القربان وتصلي بدك تحط هيدا الفلار هو الخطورة هون لما أنا بلش قول وبره مش مقدس في مشكلة أو أماكن من أتباره مثلا مدنسة لنقول مثلا كل الأماكن بالنسبة لأ الله وكل الكون مقدس نعم وثاني ناحية أنا بالكنيسة بفوت بمشروع الله وبرات الكنيسة بدي فوت بمشروع الله مش على مستوى اللبس على مستوى الأخلاق على مستوى كتير أمور بتكشف حقيقة شو أنا أخدت من الرب شو عبى قلبي الرب بحياتي شو هالاختبار اللي عشتوا أنا مع الرب وعم شدد عليها بخاف انه نلغي زيارة إنسان أوكي لأن يسوع قالها لإديس أغسطينوس مستعد يرجع يتجسد وينزل ويموت إذا في إنسان بعد واحد مش خالص إذا في إنسان بد يجي يفوت على الكنيسة شو يلاقى هالعبارة هايدي وكان هو شو مش فهمان شو الأخلاقيات وإلى آخر هي شو بيعمل بثل من هيك بيفوت على الكنيسة هلا احترام الله وين بيصير لما أنا بنظر للي حدي أنا بتفرج باللي حدي ما هيدا خي هيدا صورة الله إذا هيدا بدو يشككه أنا شوية بلتزم بأداب معين حتى احترم شعوره لغاية نعم ولكن اليوم كمان إذا بنا نحكي بموضوع التشكيك كمان هذا موضوع شوية خطر لأنه اليوم الإنسان بيختلف لإنسان آخر حسب البيئة أو حسب التربية يعني اليوم في إنسان ممكن يتشكك من ما بعرف شورت أصير كتير في إنسان مثلا أنه ممكن يتشكك من تنورة للركبة أو يعني يمكن أوقات أنسة تكون لابسة كاملة طيابة ومجرد ما يشوف وجهة وشعرها يتشكك يعني حسيرها عم نضطر نفوت على الكنيسة أنا بخاف من هالناحية هيدا أنه نوصل لإيماننا وننزل لمستوى الشرائع ولمستوى الأوانيين ونوصل أنت بتلبسهاك وأنت بتعاملهاك وأنت ما بعرف شو بينما إيماننا أعمق منهاك بكتير إيماننا شغلة داخلية بتنعكس للخارج أكيد راح تنعكس للخارج بس هيدا بتنبعت خبرة من هيك مربولوس لما بحلات معينة قال للبسه بإحتشام كان عم يحكي مع ناس صاروا بقلب الكنيسة كانوا اختبروا شي كانوا صار يعرفوا منه وقال الله بايه ليسوا عن المسيح بس بنا ننتبه أنه منزل إيماني لمستوى اللبس والأكل والشرب وشو باكل وشو ما باكل وشو بشرب وشو بشرب وشو بلبس هاي دي شغلة بتشوه الإيمان وبتحطني حقيقة يعني الله بيقبلني متل ما أنا أكيد الله بيحبني متل ما أنا وبيقبلني متل ما أنا وقال-لا نزل لعندي أنا على الجورة اللي أعت فيها واحترامي لأله هو احترامي متل ما عندت أنت للآخر حتما أنا كيف ببعامل للآخر كيف بحب الآخر كيف باحترام الآخر اللي هو أنا باعتبره أضعف مني من هيك أنا مرات لما بنتفض على الآخر لأني بخاف من الله ما بنتفض علي بنتفض على الآخر صورة الله بس أنا حقيقة هاي مثل قلتة اه أكيد في مشكلة من هيك مرات بنتفض على الله دغري مرات بنتفض على الآخر الآخر اللي هو صورة الله لأنه أنا جواتي كابت شيء مثل مسار مع قيين وهبيل واحد انتفض على الثاني لا انتفض على الثاني مش لأنه الثاني ما بعرف شو لأنه بالعمق نجرح من الله كيف الله قبل من فلان شيء ومنه هو ما قبل حسب ما هو بيعتبر فاحتجاجا على الله مش قادر يوصل لعند الله ويخل انه شو عمل قام أخد خيه على البرية وقتله طب توفي إذا بدنا هاي النقطة كمان قصة الخوف من العقاب نحكي فيها شوي إيمانيا شو فينا هيك نقول الجملة أول شغلة الله باي باي محب باي رحوم باي رقوف كل ما اتقرب منه كل ما زيد اطمئنان كل ما زيد فرح كل ما زيد سعادة كل ما اتقرب منه الخوف شوي 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 ببلش يتبدد لأنه بيكتشف أنه عندي ملء السقة فيه سقة باي بيحبني وبيحبني متل ما أنا ولأنه بيحبني متل ما أنا هيدا الشي بينعكس حقيقة بحياتي وبيبين نعم إذن علاقتنا نحنا بالرب هي ما بدأ تكون علاقة تجارية بالعكس بدأ تكون علاقة مبنية على الأبوة وعلاقة الأبن بيبينه اليوم علاقة متينة بدي أبن مع بي بما أنه ابن مع بي أنا بدي أبن يكون ابن كمان لأنه الله هو بي بس أنا فيني أبن يكون ابن من هيك بدي أفتح قلبي لأ الله البي ويكون حقيقة أبن بالنسبة لأله ما أقطع هذه العلاقة حتى أنا وبقلب الخطيئة بعمق خطيتي ما خاف وأقطع هذه العلاقة أكيد هي الخطورة وين مش بالخطيء بحد ذات الخطيئة أكيد شي شي مزعج مزدعج ما مشجع ليه ولا حدا بيشجع ليه حتى الله بيقول عنه وحكينا مرة أنه هو سم عم يتناوله الإنسان لكن بقلب الخطيئة ضلني بتواصل على طول مع الله الأساس هو التركيز على الله مش التركيز على الخطيئة أنا عم شتسه بألا رح الخطيئة شوي شوي الله يشين لي مننا رح يطلعني مننا رح يرفعني مننا وبعرف أنا بالعمل حتى أنا بهالمحل محبوب والإنسان بس يكريش بحيره محبوب حتى بأجوى محل هيدا الشي بيعطيه أفزي نوعية بحياته حتى يترك خطيطه ويبلش يروح سبربنا إذا بنا نحكي هيك بالنقطة أخيرة بالتدين لحتى الحلقة الجاية ابتداقة من الحلقة الجاية نبلش ناخد نصوص ونعالج النصوص إذا بدي أحكي شوي عن موضوع جهنم وموضوع الشياطين الشيطان موجود أكيد الشيطان موجود بس أكيد الشيطان موجود فيه كمان طريقتين فيه طريقة تديونية بكل ظاهرة شوي غريبة عجيبة بيقولوا فيها الشيطان بكل ظاهرة مش قادرين لفهمها بيقولوا فيه الشيطان وهيدي خطرة خطرة ليش لأنه بتضيعني حقيقة وين عم يشتغل الشيطان فعليا لأن الشيطان فعليا هدفه العميق يبعدني عن الله البي هدفه يشككلي بسودة الله البي طيب عندني عن الله البي بيلعب بنواحي حياتية عندي أنا هالنواحي هايدي بيقنعني فيها بطريقة من الطرق تحتى اترك الله واتبعه هو يكون كأن ابنه هو فبهالناحية هايدي فيه خطورة أكيدة من ناحية الشيطان بس الشيطان شخص أكيد شخص مية عمية نحنا ممنون عنده ممنون شخص مية بالمية ولكن أنا عندي سؤال نحنا بنعرف أنه الله بينبوز الشيطان اليوم إذا عم نحكي أنه كل اللي بيشككنا بصورة الله البي هو الشيطان فاليوم في كتير أشخاص بشر بيشككونا بصورة الله البي طيب هل 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 الأشخاص الإنسان يلي هو عصورة الله صار شيطان وبالتالي الله نبزه هون تغرب حطك بصفر التكوين مع عادة محوى بس فاتوا بحوار مع الحية يعني صدق الكزوة ونحنا بحياتنا بنفوق بحوار مع المجرب وكيف بنعرف الشيء هيدا بطريقة تأففنا بس إنسان تقرسيه شوية زيادة بيطلع اللي بقلبه مخبى بالعمق وبيطلع على مين محتاجش فيه على الرب لا يمحتاجش فيه على الرب لأنه جوه طامر إشي معينة ورافد يحكي عنا بالعلن لما بتقرسيه شوية بطلعه نعم أوكي فمن هل ناحية هيدا بده واحد ينتبهي شوية أكيد يعني لكان الإنسان أكيد حتى لو شوه صورة بين السماوي وما بيصير شيطان لا الإنسان ما بيصير شيطان لأنه عمليا يعني هو صدق الكزبة وهو الحي صار للكزبة وبينقلها لغيره غيره كمان بيصدق الكزبة فنحنا كلنا مصدقين الكزبة بطريقة من الطرق نعم بينما إجا ياسوعة حتى يهدم هاي الكزبة وهو بدي شد على شغلة ما نحط الشيطان بمواجهة الله الله هو الأساس الشيطان ماشيه حتى بأحد الآباء بيقول أنه الشيطان مثل كلب مربوط برقبته واللي ماسك الحبل هو الرب يعني بالنهاية كل السلطة بإيد الرب مش بإيد الشيطان بس الله بيستفيد من حضور الشيطان تينمي الإنسان يعني لأنه للأسف صارنا كتير من شوف بعض الأشخاص وبعض الكهنة عم يحكوا عن الشيطان أكتر ما يحكوا عن حب الله ورحمة الله يعني صارنا عم نضيع بالبشرة وين البشرة؟ مركزية البشرة الصار داما هي حول موت وقيامة يسوع حول حب الله حول الله البيت حول رحمة الله حول الشيء اللي جابه يسوع على الدنيا مش موجود بولا محل هون البشرة بتكون وهالبشرة هاي دي بتخلق بقلب الإنسان فرح بتخلق بقلب الإنسان سعادة بتحط له الرجع بتحط له حقيقة قدامه هاكي الحياة عم بتضوء قدامه بتصير بينما إذا بدي شد على الميلة التانية كأنه عم بيجعل من الشيطان بمقابل الله وهيدا خطأ وكأنه عم بيجعل بجهنم مقابل حب الله كمان هيدا خطأ بيبقى الأساس والركيز الأساسي يستند على الله البيت وعلى الشي اللي عمله عبر ابنه ياسوع النسيح توفي الشيطان الإنسان شو بيعمل شو بيكون عامل لحتى هيك الشيطان يقدر يفوت يسكن فيه يسكن قلبه الشيطان ما بيقدر يسكن قلب الإنسان ما بيقدر يسكن قلب الإنسان بيقدر يعمل أمور مثل ما قلت أنا أهمة يقتل علاقة بينه وبين الله أوكي هيدا اللي بيقدر يعمل الشيطان بس يسكن بالإنسان بقلب الإنسان مستحيل هلأ فيه حالات معينة بيقولوا إنسان ملبوس بسديا هون ساعتها في مطران الأسقف هو اللي بيعين أحد الأباء تحتى يكون هيدا الأب عنده مواصفات معينة هو مقسم بس قبل هيدا الكلمة بدي يكون كمان فيه رجلة نفسية فيه علمى نفس فيه إلى آخره تحتى يدرسوا الموضوع من كل جوانبه وبعد ما تستنفد كل الإشياء مثل ما بيقول بابا بني ديكتوس تستنفد كل الإشياء ساعتها شو بنعمل بنلجأ للمقسم وهيدا بيكون بشكل خفي ما حدا بيعرف فيه لا الشخص اللي اعتبرنا أنه عنده هالحالة ولا حتى الكاهنة اللي عم بيقسم عليه لأنه بعدين بتصير العملية مثل كأننا أفلام على التليفزيون ومنحضرها من هيك من الأفضل تبقى خفية وهيدا بياتفاق بين الأسقف والكاهنة اللي بده يقسم صحيح يعني ممنوع يعمل شي الكاهن من دون إذن الأسقف ومن دون وقبل ما يكون كمانا شاف طبيب معالج نفسي أو طبيب نفسي أكيدة هيدا بعمل تستنفد كل الوسائل بيوصلوا بالأخير 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 ده حتى يقولوا شو بيكون عامل الشخص لحتى يقدر مثلا يصير فيها المس الشيطاني هوني أنا بس أصل لها مستوى أنه بديقول مس الشيطان وما باعرف شو هون كتير شغلي بدأ تمييز يعني مش شغلة هيك سهلة أنه قول هيدا الإنسان ممصوص من الشيطان أوش ممصوص برجع بشد على محل إلي ما خاصة الخطيئة لو أنا إذا كنت خطيت كتير ما كلنا خطأ نحنا نعم لأمين منها مش خاطئ لا قصة خطيئة كتيرة لأن فيه ولاد صغار بيخلقوا عنده الأعراض معينة بتبين عند البعض كأنه فيه شيطان بالأخير بعد الدراسات والتحليل بيطلع هيدا الولاد عنده حالة نفسية معينة من هيك أنا عم قول بس تندرس كل الخيارات وتندرس بعمق ساعتها بيلجأوا لمقسم ومتل ما قلت بالطريقة اللي حكيت عمنا نعم طب توفيق بدي أختم معك بهيدا السؤال شو الفرق بين نحنا بنعرف مباركة المياه ولكن هيك بآخر فترة عم بسمع التقسيم على المياه شو بتتفسر كلمة التقسيم على المياه هوني عم بقلك شكلي كمان بتنأخذ بيه حدين نعم إذا قلنا التبريك هي صلة نعم كتير حلو بيصلي الكهن على المياه رائع اي بس تقسيم على المياه تقسيم بخاف ننزل إلى الشعوزي أنا للشعوز ولأمور معينة نعم بتصير إنه فيه ما ألم معنا لا ما ألم معنا بتوصلنا لفراغ بالأخير بدي أشكرك كتير توفيق على هالحلقة العنجد رائعة كتير استفدنا فيها مشاهدينا بدي أختم معكم بيصلا بعتتلنا إياها أختنا كارولين روحانا بتقول بصلي على نية كل شاب وصبيح حاملين محبة بشارة يسوع وعم ينقلوها لأكبر عدد ممكن من الناس وينقلوها بإيمان حقيقي مش بتديون وأنا بقلكم بدي وداكم ونقلكن سلام المسيح بقلوبكن ومنشوفكن أنا وتوفيق الجمعة الجاية الساعة تسع عاشية مباشرة بحلقة جديدة من بين التدين والإيمان عبر تيفين ورشارك تصبحوا على ألف خير ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر